بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين حياكم الله متابعين الكرام وانطلاقه متجدد بإذن الله وبرنامجكم مجالس من نور مع قرب نهاية العام الدراسي وانطلاق أبنائنا في اختيار التقصصات الجامعية حبينا أن نطرق هذه الحلقة بعنوان اختيار التقصص الجامعي وأسعد حقيقة بوجود ضيف له وزنه ومكانته تبارك الله باسمكم أرحب بضيف الأستاذ محمد عفيف القرفان المدرب المعتمد الماستر وحياك الله صلى الله عليه وسلم الله يحييك ورضي عليك نسعد بهذا اللقاء الله يسلمك يمكن أنت عطيتني الكتاب ما شاء الله من البداية وجميل جدا تبارك الله في طرحه لأنه يعالج الحيرة التي يقع فيها كثير من الأبناء أنه وين روح أدبي علمي كذا ويقع في حيرة يمكن يوصل مرحلة الصف 12 تسأله ها وين بتروح قال والله ما أدري الليل حين مقرر البوصلة إلى الآن لم تضبط المعيار أي والله فمرحلة خطرة صحيح يخذ قرار لأنه ينعكس على مستقبل الطالب مستقبله وفكرة ورسمة أصلا لذاته ذاته مفقودة في هذا المقام أبي أشوف ربي بعضهم يقول خلنا أشوف الربي وين بروحهم بروح معهم أي معهم يعني ليس هذا القرار الصحيح نريد الآن كيف أتخذ قرار أيوا كيف أبني قراري في اتخاذ تخصصي الدراسي الجامعي بشكل صحيح بإذن الله ننطلق بعد الفاصل في هذه المنظومة لعلها إن شاء الله عز وجل تكون لطلبتنا وطالباتنا نبراس حتى يعو أهمية هذا البناء المعرفي ويتخذ القرار الصح بإذن الله بإذن الله فاصل ونعود لكم بعد ذلك فكونوا معنا وإن زينوه بتوفيق ربي ما ضرني وإيماننا فوق كل الجراح نسير به في طريق الفلاح رباط يسود سماء القلوب بلين ورفق وخفض جناح نسير إلى الله نرجو السداد ونطمع مرضات رب العباد نسير إلى الله نرجو السداد ونطمع مرضات حياكم الله مرة أخرى متابعين الكرام فعلا فكرة اختيار التخصص الجامعي ودور الوالدين في إرشاد وتنبيه الطلبة والبناء المعرفي للطلبة والطالبات في كيفية اختيار التخصص الجامعي وفهم ووعي الطالب لميوله واتجاهاته وقدراته ومهاراته التي على ضوئها يستطيع أن يختار المكان الصح لكي يكون في المستقبل فعلا رجل أو بنت له وزن في الدولة يستطيع أن يضع لبنة بدا وليس يكون معوى الهدم بكرة نبتلش فيه ويؤدينا يابي بصهم ويروح بيتهم ايو والله هذه البلشة هذه البلشة بداية القيادة الوالدية للأبناء في هذا المقام هل لها دور ووجود بحيث لهم دور ابن الوز عوام نعم نعم لها دور ودور كبير جدا المتابعة اللي بتحصل من قبل الوالدين اللي هي المتابعة لصيقة ويعني مرتبطة بالأولاد بتساهم بشكل كبير جدا في حسم هذا الخيار يعني هم يؤثرون باتجاه تخصصات معينة يعني مثلا تلقى الأب دكتور والأم دكتورة على أغلب سيتأثر الولد سيكون محسوم وليس بالضرورة ولكن هذا مثال ولكن إذا كان سؤالك عن تأثير الأب والأم أو الوالدين في هذا الشأن طبعا يؤثرونه بشكل كبير جدا ولكن ليس دائما يعني أكيد لدينا نسبة حيارة محتارين لم يحسموا أمرهم بعد إلى بعد صف 12 إلى الآن في ناس بيظلوا حيارة للسنة الثانية جامعة إذا حتى ذهب للاختيار الجامعي الأول لم يكن صحيحا ممكن أكون أنا ذهبت ودرست سنة كاملة وحاسس أن لا أنتمي لهذا التخصص لماذا بين المهارات والشهادات ما هو السر أوه بين المهارات والشهادات لأنه يعني دونالد ترامب بشهر ستة آخر قرار اتخذ في ولايته آي وآخر قرار في ولايته ويعرابت القرار إيفانكا ترى أي أن هذا القرار الاعتبار بالمهارات وليس الشهادات أيolved تفضيل يعني هو العبارة هكذا تفضيل يعني هذه ثأثي قبل هذه ي долгоına تفضيل المهارات على الشهادات يعني تحفيز الناس على امتلاك المهارات واكتسابها فاليوم المجتمع يتجه باتجاه المهارات لا يتجه باتجاه الشهادات وكل شخص يتحدث معي في هذا الشأن ويصير يسأل عن الشهادات أقول له لا تعود رازك بهذا الموضوع لأنه ليس هذا الذي يعطيك الوزن الحقيقي فيه بعد الذي يعطيك الوزن الحقيقي فيه بعد هو مهاراتك صراحة وأنا دائما أدعو كل طلب الجامعيين الذين أقابلهم والذين لا يقابلهم وفي القولات المثل هذه العامة لا تغادر الجامعة بالشهادة فقط غادر الجامعة بالشهادة والمعرفة وتعلم مهارات أهم شيء لا تغادر الجامعة بدون مهارات ستشعر بالضياع في السوق العام ينقسم خريجي الثانويات العامة إلى ثلاث أقسام ذكرت بحضرتك في الكتاب القياديون والمنطقيون والمترددون والمترددون دعنا نأخذ نمود أجباس على كل واحد منهم حتى نلخص الصورة يعي وللأمر يعي الطالب أنا ولدي أي واحد منهم القياديون لا تحاتيهم شاير روحة هذا خالص من أنتقيا قيادي عارفين بيروح من زمان هذا مقرر من زمان وشخص قيادي عنده قدرة على قيادة ذاته فبالتالي استطاع أن يحسم أمر التخصص الجامعي مبكرا تخذ القرار تخذ القرار مبكرا جدا هذا القيادي هذا القيادي ساعات القيادي وأنا لحظت في كثير من الأسر يتخذ قرارا مخالفا لأهله يوم ما يقول قيادي وراح يصرون عليه أن يدش ما يوافق هواهم يدخل ويسقط نفس قصب عشان يرجع على ما يريد سبحانه فعلا وهذه حقيقة أن القيادي لما يذهب إلى خياره سيذهب بمسؤولية مرتفعة صح هذه يسموها بالإنجليزي لقراري لقرار ذاتي نعم أنا قراري متبني راح أدل كل قصارى جهدي لكأصل إلى أما إذا راح على ميول أم أو أبو بس هو إحنا ننتج مهندس مدني ناجح أو طيب أسنان فاشل الخير صعب هو يريد هندس مدني و تتريد طيب أسنان أنت تريد طيب أسنان فاشل و المهندس مدني ناجح الخير الخير أيها الأب أنا خاطب لي الأمر لا بد أن يعيو الأمر أنه وجه و ليس ملزم لا تلزم لا تلزم إذا ألزمت و خصوصا عندما تشعر أنه ليس هو ليس مهتم يعني ليس له ميول ولا عنده هذا الميل نهائي انتجاه هذا الخصوص صح بس تشعر بهذا اتركه خليه اتخذ قراره و يتحمل لما لا هذا القيادي المنطقي المنطقي أعتقد هم الأغالبية يعني لو قسمناها أيوة لو قسمناها بالفئات عشرة عشرة ثمانين عشرة تسيده ثنقص خمسة طبيعي في كل مجتمع لكن المنطقيون هم الذين يجي و يدرس و يقعد و يسأل و يشوف و يقارن و يفاضل و يشرب و يشخذ و يسأل واحد درس تاخذه السابق و يقعد معه و يأخذ البينات و يشوف الميزات و يشوف العيوب و يدرس الموضوع يعني طبعا الطالب لا نهمش دورهم في هذا الطلب ترواعين يعني في مرحلة الثانية عشر هو يستطيع أن يفعل كل هذا أكيد يذهب و اليوم في انترنت يقدر يدخل و يفاضل حتى يزور المستشفيات و يزور فيقدر يدخل و يجيب البيانات المناسبة و يفقاطعها مع بعضها و يصل للقرار الصحيح هذا المنطقي و هم الغالبية غالبا المنطقي نتائج دخولهم في سوق العمل ناجحة أو إذا لديك أرقاب ناجحة بالمستوى العادي ناجحة بالمستوى العادي لا يقترب من الإبداع و التمييز و التفرد ممكن جدا ولكن تبقى العشرة بالمئة قيادية هي الأقرب يعني نحن في الثمانين العادي يعني هي مستر عادي السيد عادي السيد عادي أنا ذكرته فيه أحد كتبي السيد عادي كل شيء عنده عادي 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 و سوي لك شغل على أكمل وجه و كل شيء بس بدون إبداع و بدون ابتكار و بدون أي إضافات أو إسهامات هذا حد هذا النوع الثاني الثاني هو المنطقي الثالث الثالث هم الهدف تبعنا أي هم الهدف هذا الكتاب هذا الكتاب مكتوب للعشرة بالمئة حق المترددين بس للمترددين فقط يعني خنقول إحنا مثلا في الكويت كل سنة يتخرج عندنا خمسة عشرين ألف تقريبا بين خمسة عشرين و ثلاثين ألف خنقول لخمسة و عشرين الخمسة و عشرين ألف هذيل فيهم عشر بالمئة ألفين و خمسة مئة مترددين والله رقم رقم طبعا أنا قاعد أقول لك أنا صح قاعد أخاطب عشر بالمئة بس مو شوية يعني ما أقول عن مستوى الكويت عندي ألفين و خمسمة طالب يحتاجون إلى توجيه و أرشاد أكاديمي أنا أعلم ما أقول وهذا الكلام من يسمعني من المهتمين في هذا الشأن لينتبه للرقم إذا قلنا عشر بالمئة فهي ألفين و خمسمة و ألفين و خمسمة مو رقم سهل لا والله تايهين يعني أنت على مستوى الكويت ألفين و خمسمة شخص مو سهل أبدا رقم هذين يحتاجون إلى توجيه إرشاد و توجيه إرشاد و توجيه أكاديمي سواء من الأهل من المتصين على مستوى الأزراءات والحكومة على مستوى المجتمع منظمة المجتمع مدني المهتمين في الشأن أنا من المهتمين في الشأن صال لي أكثر من 12 سنة في هذا الأمر و كل سنة يعني أنا موجود في هذا عطنا نموذج من ذلك التائه الذي لما وجه اكتشف ذاته و عرف أنه يحضر على الجل في المكان الصح عندي نماذج كثيرة سأذكر لك نموذج في ذهني الآن جاءني شاب منذ يعني منذ كم سنة جاءني هذا الشاب و قال لي أنا أريد أرغب خلينا على الأرغب عشان سنتكلم عليه بعدين أرغب و بدفول الطيران قال لي أرغب بدخول الطيران قلت لها برك الساعة ما أبدا خوش قال لي لكن والدي مو موافق فأريدك ما هو أدرى أنه أنا كارير كويت أريدك تقنع والدي أدخل الطيران قلت لها أبشر أقنعني أولا أيوة أقنعني و والدك عندي خلاص راح أتصرف بس أقنعني أولا زين شلون أقنعك حياك جلسة الآن نقعد و نشوف القدرات المهارات كذا نعمل الاختبار الخاص في عندي اختبار خاص مختلف في الكتاب كل هذا لا دور كل شيء الآن لا أدخل في الأمور الفنية الشروط الفنية ما ليشغل فيها أنا أتكلم عن القدرات الآن فلازم نسوي الاختبار اللي هو CMBA المذكور في الكتاب والكتاب موجود يعني موروض في المكتبات في اختبار اسمه CMBA بيسوي الاختبار عندي و بالنتيجة الاختبار أجلس معه جلسة نقاش نتيجة الاختبار الاختبار في نهاية الكتاب ستجده اختبار CMBA موجود نعم اللي هو الكلوج ميجور بلندد أبليتيز هذا الاختبار أنا مصممه مصممه خصيصا لهذا الشأن قعد الولد معي سوينا الاختبار طلع مو أفياشن مو طيران مو مال طيران لا مو مال طيران كلش ناقشته وجلستنا جلسة مطولة واحتجنا جلسة ثانية وجلستنا ولا زال مصر على الطيران قلت هذا هذا صامل في حال ثاني عندي أنا دقيت على واحد من أخيائي مهندس طيران قلت لها بطرش لك ولد اكسف فيه ثواب وأجر يا سلام أطلع على هذا العالم من منظورك أنت كمهندس طيران يشوف بعين الآن جلت داما مهندس كان يأخذ المهندس هذا صديقي الله يمسي بالخير كان يأخذ ويذهب فيه ومعروف فينا في الكويت المهندس طيران وخذ الولد وراح ويا الكلية وراح وراح كل شيء قطع كل شيء كل شيء وراح وراح جزئية أنا كان ما قلت له عنه أنا ما قلت له بس هو عار وشي أريد يسوي هذا فاهم لأنه شغلة فراح أن الطيران يستند بشكل كبير جدا على الفيزياء وصديقنا هذا الولد قل فيه ضعيف هذه نقطة ضعيف ولا أشاف أشياء خلص هو الآن تكونت قناعة تكونت القناعة رد من عند المهندس الطيران اللي عندي كان يقول لي خلص هو أنت الله كان صامل هو وجبي الخبر ليس كالمعاينة غير غير فأشوف نحن وين نوصل مع الولد أحيانا بس عشان نراوي أن ترى القرار موب ليس بهذه المس سهولة خلص دائما محتار خلص ومحتاجنا الآن نحن قلنا 2500 2500 شخص محتاجين هذا الاستشارة رد قال لي بس ها أروح أقنع أبوك قال لي لا ما يحتاج خلص أنا أقنع خلص أنا رايح الآن أقول لي أنت محق يا أبي مراتي سيكون رأي الأبثرة ألق وأصوب من رأي الأبثرة خبرة أكثر خبرة في الحياة إذن هذه حالة أعطيك حالة ثانية سألق جاءني شاب وعملنا مع الاختبار وكل شيء و جلسة ونتها خلصت كل شيء وكل المشيرات كل شيء يشير إلى أنه خلص رايح كمبيوتر هندس كمبيوتر IT IT أه وأزيدك من الشعر بيت القدرة والرغبة والاهتمام كلهم في الـ IT كلهم في المهندس الكمبيوتر إذن ثلاث أبضاع متوافقة كلهم في هندس الكمبيوتر حصرا أمه وأبوه يابون طب أسنان طب أسنان حصرا بعد ومصرين عليه وما في مجال ألا ترس طب أسنان طبعا أنا ليس في كل حالات أدخل مثل ما أدخل مع حالتين بس قاعدنا أذكر حالتين سثنائيتين نزيد حين ما زوية الآن صراع بين طب الأسنان بين طب الأسنان والكمبيوتر وأنا مع الكمبيوتر خلص الشواهد عندي والولدي بكمبيوتر وكل شيء الآن أنا والولد بصعوب وأم والأبو بصعوب الآن أنا أتولى أمر الأم والأب قاعدني معاهم قاعدت معاهم تاك 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 تكلمنا في كل الكلام اللي لازم ينقال اقتنعوا يعني الأب اقتنعوا وأقتنعوا أن الأب لا يصلح في طب الأسنان ما ينفق هو كل شيء يشير لأنه راح كمبيوتر كل شيء ما عندي بيانة ولا عندي حتى شك حتى ما لقيت حتى خمسة بالمئة شك إنه موهنية 20 ها شلون الحين شان يقول بس تم شونه بس تم وانت موافق قال خلص احنا هولنا عن طب الأسنان ونبي كمبيوتر ممتاز وراح كمبيوتر الولد اتخرج لأنه هو موهندس كمبيوتر تبارك الله وهذا الرجل لا يترك مناسبة إلا ويتصل عليه عشان يقول لي زاك الله خير إنما ودرنا الولد القصة أستاذ محمد الولدس ناجح بس أنا ببالي الآن شيء أعمق مما تتكلم فيه بقال لنا 2499 أي لم يرشدوا إلى طريق معين شيء مؤلم والله صحيح لذلك احنا دائما نضع دور المجتمع في بناء الثقافة لا شك وانت حطيته شابتر كامل عندك في الكتاب هذا اللي راح يكون إن شاء الله محور حديثنا بعد الفاصل متابعين الكرام ونواصل بعد ذلك فكونوا معنا وإن زينوه بتوفيق ربي ما ضرني وإيماننا فوق كل الجراح نسير به في طريق الفلاح رباط يسود سماء القلوب بلين ورفق وخفض جناح نسير إلى الله نرجو السداد ونطمع مرضاته رب العباد نسير إلى الله نرجو السداد ونطمع حياكم الله مرة أخرى متابعين الكرام بعد هذا الفاصل كان حديثنا في بداية الحلقة مع أستاذ محمد يزاه الله خير حول أهمية ضبط قدرات الطال ومعرفة رغبته وميوله واتجاهاته حول اختيار التخصص الجامعي خاصة بعد تخرج أبنائنا من مرحلة الصف الثاني عشر ودخولهم في بيئة جديدة كليا عليهم نتكلم عن الدراسة الجامعية وحتى تغير باللبس ملزمين في لبس معين الآن لا ولهم حرية مما يدل على علو المكان التي يحضون بها في مجتمعنا تبقى ثقافة المجتمع والبعض يمكن يسميها ثقافة القطيع الذي يدار ويقاس المجتمع مثال عندنا بالكويت والله مثلا الفاشل أو الغير موفق والله ودها الجهة اللي نص نص لا والله ودها الجهة المتميز لا والله ودها وفعل المجتمع يسوق هذه الفئات إلى ما ينظر إلي الدور حقيقي أو وهمي الدور سأفاجأك في الإجابة الدور حقيقي بشكل كبير لكن هناك جزئية نحن هدف الجزئية المتبقية أصلا دائما نحن نريد عشرة بالمئة نحن نريد هذه العشرة يعني الكلام هذا الذي تفضلت فيه بنسبة 90% صحيح أه أتمام نحن نعلق شماعة على أحد ولا على جهة ولا على الطرف اللي حاصل صحيح لأنه نتج ما ثقاف لا تنتج ثقافة المجتمع أو القناعات المجتمعية لا تنتج هكذا عبثا تنتج بناء على خرارات تراكمية تجارب نحن ما زلنا في العشرة بالمئة إذن إجابة على السؤال نعم صحيح التوجيهات صحيحة أنه هذا وصل إلى كذا فهذا مكانه وصل إلى كذا فهذا مكانه نحن ما زلنا نريد العشرة بالمئة أنا أريد الآن العشرة بالمئة لكي أمنعهم أو لكي أحافظ عليهم وما يذهبون إلى أماكن أو تخصصات لا ترقوا لهم أو لا تناسبهم إذن أنا محتاج أفهم ثقافة المجتمع صحيحة سأقول لك بعض الثقافات المغلوطة أنا لا أتكلم عشرة بالمئة بعض الثقافات المغلوطة يعني مثلا هؤلاء كما يسمى بكليات القمة أيها الطب والهندسة الطيران الطب كولوجز هذه خلص الآن هذا المفهوم يعني عند الغرب انتهى من زمان يعني عند الهندسة تم أغلاقها الآن ما عندك الاصطناع انتهت بس ما زالت ما وجود عندنا خلص يكفينا يكفينا اليوم ما عاد في حاجة ما كليات القمة في هذا الشأن اليوم في حاجة اسمها أين سيبدع هذا الطالب أين سيبدع هذا الطالب إن شاء الله تقول لي بودي يدرس تخصص ما لا علاقة بحث الجزائيات البتروكيمائوية المتخاصة ما أدري المهم أن يذهب في تخصص هو يحبه هو يريده هو يرى أنه يناسبه يتبع شغفة يتبع شغفة يفكة ستيف جوبس طبعا شهيرة هي فلسفة ستيف جوبس فولو يور باشن أو استبع شغفك طبعا إحنا قلنا خلاص موت شغف لوحده لا يكفي أي لا لا تبدأ أنا مقياس مع القدرة قلنا الفتمة للطيران مثال على ذلك إذن نحن أمام حالة تستوجب الوقوف عندها لكي نحدد صح ولا غلط المجتمع في بعض قناعته صحيح وبعض القناعته غير صحيحة تحتاج إلى التعديل تحتاج إلى التعديل صحيح سبحان الله يمكن دائما نتكلم عندك في الكتاب عن مهارة دورة الحياة في مهارة الأربع أربع مراحل نعم الاكتشاف الصقل الصقل الاستحوار الجدارة ثم الجدارة كيف تبنى هذه بالمهارات هذه بالمهارات يعني هذه أنا دائما أوصي الطلاب أنهم لما يروحوا الجامعة لا يكتفوا بالعلم فقط ليتعلموا ويكتسبوا المهارة اكتساب المهارات تبدأ بأن تكتشف أن عندك مهارة يعني ظهر منها شيء قبل قبل ذلك من يكتشف المهارة هو بذاته أم يلجأ إلى مرشد أم الوالدين نحن لدينا ثلاث حاجات أنا ثم الآخرون أنا ثم الآخرين ثم الأشياء التي أنتجها بيننا أنا أعطيت نواتيك شواهد 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 على تلك المهارة في المرحل الأولى وليس مرحل الاكتشاف إذا لابد أن يدرس هذه المهارات حتى يعرف أين يذهب يكتشف الذات وفي مهارة تكون موجودة عندي ويحتاجها أنا أتكلم هنا عن المهارة الموجودة أوردي ليس عن المهارة الجديدة لا أتكلم هنا في هذا عن استجلاب المهارات أنا أتكلم عن مهارة عندي جزء منها وأريد أن أصل بها إلى الاستفادة القصوى منها تبدأ بالاكتشاف على ما تفضلت نعم ثم نذهب إلى الصقل نسقلها بالتدريب ثم نذهب إلى استحواذ نتمكن منها تماما ثم الجدارة تصبح جزءا من شخصيتي يا سلام وما هي الثلاثية الذهبية في اختيار التخصص الجامعي بعد أن يكتشف الإنسان هذه المهارات وتلك القوة التي عندها ومواطن الضعف واكتشف أنه بفضل عز وجل قد سقلت هذه المهارة واستحواذت على تفكير واتجه القرارة قدرة شغف اهتمام يا سلام الشغف في معنى الرغبة إذن قدرة شغف اهتمام حلو لازم تتوفر هذه الثلاثية إذا توفرت هذه الثلاثية أنت تماما في المكان الصحيح أثنين لا ممكن أثنين وممكن واحد طبعا ولكن الواحد لازم دائما قدرة يعني إذا واحد القدرة تكفي عند قدرة نعم الثنين لازم قدرة وحاجة ثلاثة خلاص توفرت يعني سواء واحد أو اثنين لازم قدرة متوفرة إذن القدرة أساس لا تكفي إذا غير قادر ما منك فايدة في الإنجاز ما عندك أي شيء أنت أنت تريد أن تصبح رائد فضاء طيب جميل بس القدرات عندك ليست لا تتناسب لا تتناسب مع هذا التوجه والتخصص إن شاء الله نجبنا مثال للطيران شاب مال الطيران عشان نسقط عليه هذا هو أنت أنت تريد الطيران هو يحب الطيران ويشوف فيديوهات طيران وفاتح يوتيوب طيران وشكل بس قدراته لا تتناسب مع الطيران هذا مثال لعدم وجود القدرة إذن يقنع بعد ذلك هذا الطالب أن لا قدرة له على هذا اختر شأنا أو اختر تخصصا يتناسب مع قدراتك سبحان الله تكلمت كثيرا عن الحرف اليدوية والشهادات العلمية وأهمية وجود حرفة يمارسها الإنسان بيده كهواية حتى وإن كان متقنا في الجانب العلمي النظري شو السر في هالكلام هو ليس سرا نعود للمهارة مرة أخرى هي المهارة هي المهارة هي المهارة يعني أقصد أنت لا تكتفي فقط في الحالة الفكرية أو الذهنية أو تعلم مهارة مع تخصصك لا تخرج من الجامعة بلا مهارة لحين الجامعات في عندهم شغلة حلوة أنا حيل حبيتها عندهم حاجة اسمها المناظرات هذه اللي يسوونها جوا الجامعات فهو ماشي الهدف من المناظرة ترى مو المواضيع تقوية الطالب مهارة والمهارة والحديث هي تنمية مهارة الألقاء عند الشباب مهمة هذا الهدف منها هذا الهدف منها يعني لسا الموضوعات أوكي مهاشي مهم الموضوعات ولكن الأساس فيها أن تنمي مهارة لناء الثقة والحديث والإلقاء هذا الجميل جدا تنمية تلك المهارة لهذا السبب أشجع كل الطلبة أنت لما تروح على الجامعة شارك بالفعاليات شارك بالأنشطات اضخف المسابقات لا تنزوي لا تنزوي تقعد بس بي هالجسمة مادة العلمية و يذهب البيت بس أنا عندي هالماد بروح وقدم اختبار لهذا مو تشيط استمتع حياتك الجامعية بكل ما فيها استمتع بأنشطتها و بفعالياتها شارك شارك فيها حتى لو كانت مهارة قليلة كيف يزيك تسب بالمختلاط و التدريب إذن أنت حتى إذا ما عندك تروح تختلط عشان تتدرب سبحان الله يعني هذا سيكسبك الإشكالية الثانية التي بدأ كثير من أولياء الأمور يتكلم فيها يا أخي جيلكم غير جيلنا صحيح و احنا كنا و احنا كنا الجيل الذهبي و احنا و احنا فيصاب الأبناء بانطفاء حقيقة انهما صح اهم الصح و احنا الغلط اهم الزينين احنا مو زينين خلنا بداية نقسم الأجيال حتى نعرف كيف نتعامل معها و لماذا دائما الجيل القديم يتدمر من ذوقيات الجيل الجديد سأترك موضوع الأجيال لحلقة أخرى يو الله يمدين سأتركها لحلقة أخرى متعلقة في هذا الشأن بشكل باشر أكثر لكن سأحاول أن أذهب معك لهذا التوجه الآن الكلام أن الجيل الذهبي أو الجيل الذي أخذ ليس هذا دقيقا الطيبين جيل الطيبين ليس دقيقا أنا مع الشباب في هذا أنا مو مع طيبي في هذا لا لا أنا مع الشباب أنا مع الجيل الجديد أنا معهم لماذا لأن اليوم الجيل هذا واعي جيدا هو يعرف جيدا ماذا يريد بنسبة كبيرة يعني أقصد و الحياة مفتوحة أمامه تماما ليس كجيلنا مطلع يتطلع بشكل كبير جدا اليوم الانترنت والعصر الديجيتال ما عاد ترك شيء يعني يخفى اليوم أنت طالب الطالب نفسه الطالب يشعر الطالب الباحث الباحث الطالب الباحث حطه مع مدرس ضعيف غير باحث يشعر الطالب بأنه يفوق معلم يفوق بكل أريحية بدون أي جهد يعني بأقصد ما يحتاجه هذا نجيب خبراء عشان نقول أن الطالب لا هو طالب باحث هو 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 شاطر ومعلمه غير باحث موش متطور يبقى في فجوة بينهما تفاول فجوة واضحة فأنا مع الجيل في هذا الشأن لست مع لكن إذا حبينا نسقط مسألة اختيار التخصص الجامعي على هذه الحكاية لا ننسى خبرة الآباء لا ننسى خبرة الجيل لقبل موجه وعندنا طبعا وعندنا أمثل على ذلك كثير جدا أنه عندما يتم التوجيه الولد بشكل صحيح من قبل والد واعي أو ولي أمر واعي ممكن ولية أمر واعية ينتج عندنا ذهاب إلى تخصص صحيح يصبح عندنا يعني شوف معدل الذكاء يقال أن أعدى معدل الذكاء في العالم هو في اليابان عجيب اليابانيون هم الأعدى على معدل في الذكاء أظن على مقياس هذا 106 على قارنا على مقياس على مقياس الايكيو الايكيو نعم 106 أعلى شيء يعني يصنفون بعموم الحال هذا يقودنا إلى أن إذا تم تنظيم لأن اليابان منظم إذا تم تنظيم البيئة والثقافة المجتمعية ضمن إطار معين بيرتفع مو بس يرتفع الوعي بيرتفع ترتفع الإنتاجية يعني أنا أريد أن أرفع الإنتاجية الآن أريد أن أنا مجتمع منتجا المجتمع المنتج يأتي بناء على خطة تعد خصيصا لهذا الشأن ليكوانيو لما نهض في سنغافورا حط شعار إجيوكيشن 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 تعليم ثم التعليم ثم التعليم وأنا طبعا أنا ليكوانيو في هذا الشأن يا سلام أنا صجي فيها تتبنى هذه النظرية أنا مع التعليم أنا مع التعليم أنا ودي أنا والتعليم والنتيجة واضحة في سنغافورا أيوة واضحة جدا هو استلم شوف ليكوانيو استلم سنغافورا الشيء اللي تشتبي خالصة من كل شيء إفلاس كل شيء فساد تعليم إدارة كل شيء خالص كل شيء منتهي فقر تعدد طائفية أديان كل شيء أمراض مجتمعية موجودة في هذا البلد كانت ثم صنع منها دولة أخرى من إجيوكيشن من مسألة التعليم لما أعطى أولوية للتعليم نهض المجتمع السنغافوري وصارت سنغافوري اليوم دولة يشار إليها بالبنان بدل ما يشار إليها دولة فاشلة مثلا إذن من وين من التعليم من الاهثيان بالتعليم الاهثيان بالتعليم على رأسه وضع الأشخاص في تخصصاتهم المناسبة وإنتاج موظفين على قدر عالي من المسؤولية يجيدون ما يفعلون هذا اللي نريد هذا اللي نريد هذا اللي نريد هذا البحث عنه تقولي التعليم التعليم أنا أعطيني التعليم قعدني مع التعليم ويمكن هم أجيال ما بعد كورونا لهم ضعف اتخاذ قرار وانت ذكرت في كتابك عن الوباء وفعلا أضعف بعض المهارات كيف الآن نقوم بإصلاح ما أفسدت بكورونا يعني الكورونا ماذا فعلت الكورونا حقبة الكورونا اللي هي 2020 إلى منتصف 2021 يعني من شهر ثلاثة اللي نتكلم عن مستوى الكويت تقريبا لأنها تختلف بين الدول ولكن هنا في الكويت بدأنا من شهر مارس بنهاية فبروري بدأنا من مارس مارس إلى سنقول ثمانية 2021 سنة ونص تقريبا سنة ونص هذه السنة ونص فعلا أثرت في الشكل كبير جدا أثرت التحصيل الدراسي أثرت أثرت على العيال وطريقة ونمط حياتهم ونمط دراستهم أثرت عن مشكلة صحية وواضح بس هذا لا يعني إحنا لا بدأت تستعيد الآن العافية الحياة الحمد الحياة ولا تكون شماعة أضع عليها عسى ما قلنا شيء ما يصير يعني أنا أنها ما خلصنا من شماعة الغزو اللي نتخذ في شماعة الكورونا في الكورونا إذن أنا لا أريد أن أوجد شماعة ألقي عليها ما فشلت بي تحقيقه صحي ما يصير وما أستطيع أن أضع أن الكورونا هي سنة ونص هذه لكي أضع عليها أشياء أخفاقات معينة على مستوى التعليم كل كلام عن مستوى التعليم حلقة بالمعثة حلقة على التعليم لازمة خلاص الوقت أشكر وجودك معي سيد محمد على هذه الإضاءات الجميلة في موضوع اختيار التخصص الجامعي ما قصرت وشكر لكم متابعين الكرام شوفكم على خير مع السلامة وينبوض صوت الهدى في دمين